وانتهاكات العصابات الارهابية المسلحة في المناطق التي استباحتها تتزايد بحق المواطنين وتدفعهم يوما بعد اخر الى رفع صوتهم ضد ممارسات الارهابيين وتحديهم رغم القمع الذي يمارسونه تقرير لوكالة فرانس بريس اكد ان التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها هذه العصابات المتطرفة والتي تتم باسم الدين الاسلامي تدفع السوريين يوما بعد اخر الى التظاهر ضدها كما حصل في منبج بريف حلب وفرقة وغيرها من المناطق مطالبين بخروجها من مدنهم بعدما اثبتت انها لا تسعى الا الى السلطة والسيطرة والتحكم واشارت الوكالة الى ان حالة التشرذم التي تتصف بها الاسابات المعارضة والتي تتبع بمعظمها الى تنظيم القاعدة تدفع في العديد من الاحيان الى وقوع اشتباكات مسلحة بينها يذهب ضحيتها قتل وجرح من عناصرها كما حصل في ادلب حيث قتل عشرات المسلحين في معارك بين ما يسمى كتيبة حمزاء صد الله وما يسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام